الصورة التاسعة إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من صورة المائدة يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا هو الجزء الثالث من الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 من أئمة الشوافع وعلمائهم الكبار المعروفين هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة التاسعة بعد المئة يحدثنا السيوطي بأسانيده عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب الآية واضحة الآية واضحة لأي متأمل منصف فإن الآية جعلت ولاية علي في جهة وجعلت كل الرسالة لا قيمة لها في جهة أخرى وإن لم تكن مزينة بولاية علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ورسالة النبي التوحيد والنبوة والقرآن وكل أسرار الدين وكل أسرار الديانات السابقة لأنها جمعت في هذا القرآن والقرآن مهيمن على كل الكتب وعلى كل الرسالات السابقة كل هذا يساوي صفرا من دون ولاية علي الآية دالة على نفسها بنفسها وهي آية محكمة واضحة جدا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الرافضون لهذه المنظومة العقائدية الرافضون لها كافرون بحكم من الله إن الله لا يهدي القوم الكافرين في آخر الآية الشريفة ها هو أبو سعيد الخدري يخبرنا نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب أما ابن مسعود عبد الله ابن مسعود يقول برواية السيوطي أنا أقرأ عليكم من كتاب سني لعالم سني شافعي وهذا الكتاب حققه شيخ من مشايخ أهل السنة طبعة جديدة صححها وخرج أحاديثها الشيخ نجدة نجيب وقدم لها سني أيضا تقديم عبد الرزاق المهدي كتاب سني بامتياز صحيح صحيح أن علماء السنة يضعفون هذه الأحاديث ماذا تتوقعون منه هل يقولون من أن الأحاديث هذه صحيحة لكنها موجودة في كتبهم وينقلونها عن كبار الصحابة عن أبي سعيد الخدري وعن عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن مسعود كلامه أخطر من كلام أبي سعيد الخدري هكذا يقول كنا نقرأ كنا نقرأ يقرؤون في القرآن ولذا فإن سقيفة بني ساعد أحرقت مصحف ابن مسعود كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين كانوا يقرؤون هذا في القرآن أن علي مولى المؤمنين إنني لا أقرأ عليكم من كتاب شيعي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هكذا كانوا يقرؤون القرآن على عهد رسول الله بحسب عبد الله بن مسعود وأنا أقرأ عليكم من الدر المنثور لجلال الدين السيوطي من أئمة الشوافع المتوفى سنة 911 للهجرة هذه كتب القوم هذه ما هي بكتب الشيعة وماذا أقرأ أيضا عليكم مع أن ابن مسعود لم يكن معدودا في أشياء عليين أقرأ عليكم رواية من الكافي الشريف إنه الجزء الثاني من الكافي للكلين وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران الحديث السابع والعشرون صفحة ستمية وأربعة وعشرين بسنده بسند الكلين عن عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيس قال كنا عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه ومعنا ربيعة الرأي وهذا من أئمة المخالفين للعترة الطاهرة كنا عند أبي عبد الله ومعنا ربيعة الرأي فذكر فضل القرآن من الذي ذكر فضل القرآن ربيعة الرأي يعرف بهذا اللقب بالرأي لأنه يعود في دينه إلى رأيه ولذلك عرف بهذا اللقب فقال أبو عبد الله قال الصادق صلوات الله عليه إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال فقال ربيعة ربيعة ضال ابن مسعود من عظماء الصحابة فقال نعم ضال ثم قال أبو عبد الله أما نحن فنقرأ على قراءة أبي هي القراءة الأقرب إلى العترة الطاهرة ولذا ألح عمر بن الخطاب على أبي الذي كان حريصا على مصحفه ألح عليه أن يجلب له المصحف وأحرقه أحرق مصحف أبي فابن مسعود يحدثنا بما يحدثنا ومع ذلك ما كان معدودا في شيعة الأئمة ما كان معدودا في شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الجزء السادس من الدر المنثور في التفسير بالمأثور قبل قليل قرأت عليكم من الجزء الثالث هأني أقرأ عليكم من الجزء السادس من الطبعة نفسها صفحة خمسمية واحد وعشرين إنها الآية الخامسة والعشرون بعد البسملة من سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صفحة خمسمية واحد وعشرين السيوطي يحدثنا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف هكذا يقرأ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب إنه الشخص الشاخص الرمز هذه كتبه هذه رواياته هذه أحاديث الصحابة يضعفونها لا يضعفونها تلك مشكلتهم لكنني كما قلت لكم الحقائق واضحة في كتب القوم لكنهم وضعوا لهم منهجا يقفزون من خلاله على هذه الحقائق كي لا يرتبوا أثرا معنويا وجدانيا نفسيا ولا يرتبوا أثرا علميا ولا أثرا عمليا على أرض الواقع لكي يحافظوا على صورة عجولهم التي يعبدونها ويحافظوا على صور أصنامهم البشرية فابن مسعود هكذا كان يقرأ الآية وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب الصورة واضحة وواضحة جدا للذين يبحثون عن الحقيقة إنني قرأت عليكم في الحلقات المتقدمة وفي هذه الحلقة من أمهاتي كتب القوم في ختام الصورة التاسعة أقرأ من سورة طاها من الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة وما بعدها من الآيات موسى كليم الله هو الذي يقول واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى فهارون سيكون لك كما تريد تدبروا في الآيات واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري أشركه في أمري رسول الله علي كان شريكا لرسول الله ولذا عبر القرآن عنه بأنه نفس رسول الله كان شريكا وأشركه وأشركه في أمري رسول الله مر علي شريكا في أمره في أمر محمد صلى الله عليه وآله مرحلة التنزيل انتهت ببيعة الغدير وبدأت مرحلة التأويل ما بعد الغدير تدبروا في هذه الآيات تذكروا حديث المنزلة من أن منزلة علي من رسول الله هي منزلة هارون من موسى وتدبروا في الآيات التي جاءت في سورة طاها واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري هذا المضمون لم يرد لأحد في مجموعة الصحابة ولم يرد لواحدة من نساء النبي هذا المعنى خاص بالقربة تذكروا من أن صحابة مدحوا وذموا وذموا ذما شديدا ونساء النبي كذلك مدحنا وذممنا وذممنا ذما شديدا والقربة مدحوا فقط وهذه الآيات تتحدث عن منازلهم ومقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الصورة العاشرة تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى وهي الصورة الأخيرة من مجموع هذه الصور التي تحدثنا عن جانب بل عن مثال يخبرنا عن الكثير والكثير من الحقائق في الكتب السنية وفي المكتبة السنية التي يقفزون عليها يا شباب السنة ويا شباب الشيعة عودوا إلى دين العترة يا شباب السنة أنتم مضحوك عليكم ويا شباب الشيعة أنتم مضحوك عليكم عودوا وابحثوا بأنفسكم لا تعتمدوا على كلامي انتفعوا من خبرتي في المصادر وفي نقل المعلومات وأنتم محصوا الأمر بأنفسكم احترموا عقولكم وابحثوا عن دينكم دينكم هو دين القربة دين العترة لا هو بدين الصحابة ولا هو بدين نساء النبي ولا هو بدين مراجع الشيعة الطوسيين